بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه أما بعد أيها المستمعون الكرام فما زلنا نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج عن أحكام النكاح وقد انتهى بنا إلى أحكام وليمة العرص فلتكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة وأصل الولمة تمام الشيء واجتماعه يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلق ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرص به لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج ولا يقال لغير طعام العرص وليمة من حيث اللغة وعرف الفقه وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة لكل منها اسم خاص وحكم وليمة العرص أنها سنة باتفاق أهل العلم وقال بعضهم بوجوبها لأمره صلى الله عليه وسلم بها ولوجوب إجابة الدعوة إليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج أو لم ولو بشات متفق عليه وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينبا وصفية وميمونة بنت الحارث ووقت إقامة وليمة العرص موسع يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرص ومقدار وليمة العرص قال بعض الفقه إنه لا ينقص عن شات والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف أو لم ولو بشات هذا ما عت يسر ذلك وإلا فيكون بحسب المقدرة فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وهو الدقيق والسمن والأقط يخلط بعضها ببعض ووضعه على نطع صغير لدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشات ولا يجوز الإسراف في وليمة العرص كما يفعل الآن في هذه الأوقات من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاءها في الزبالات وإهدارها فهذا مما تنهى عنه الشريعة ولا تستسيغه العقول السليمة ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات وقد تقام هذه الولائم في الفنادق ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهنما يخشى من عواقبه الوخيمة وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغان ومزامير ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين حال اجتماعهما وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة بل على سبيل الفساد والإفساد فليتق الله من يعملون هذه الأعمال وليخشوا من عقوبته قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والآيات في هذا كثيرة معلومة تدل على أنه يجب على المسلمين أن يشكروا نعمة الله وأن لا يسرفوا في استعمالها ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العادة فعله أو لتفريح أهله ويعزر إن عاد الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصات المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم الشرط الرابع أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بها بأن لا تكون الدعوة عامة الشرط الخامس أن لا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغان ومزامير ومطربين كما يحصر في بعض الولائم في هذه الأزمان فإذا توافرت هذه الشرط وجبت إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وإن اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجب الحضور بل قد يحرم إذا كان فيها معصية ويسن إعلان النكاح أي إظهاره وإشاعته لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح وفي لفظ أظهر النكاح رواه ابن ماجة ويسن الضرب عليه بالدف لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وأحمد والتلمذي وحسنه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه